لا شيء من الممكن أن يجرح ميزانية المواطن البسيط بقدر ما يمكن أن يسببه ارتفاع أسعار الخضروات التي تمثل مكوناً أساسياً على مائدة المصريين والأسعار غالية يعني هنعمل إيه دا كله يا بنت البمية بكام 22 جنيه الحاجات دي هتعمل إيه كل دا كثير علينا والخضر كله مولع هنعمل أكل إزاي واللحمة طبعاً أنت عارفة الدنيا عاملة كلها إزاي احنا كنا بنستهلك عشرين عداء كل يوم دلوقتي بنحنا خمسة ستة سبعة بس في المستوى دي نفتح لدينا لها كلها سوس كلها ضربة الفلاح كترخيرة والبياح كترخيرة والمستهلك كترخيرة برضه أسباب عدة والنتيجة واحدة حتى بانتقالنا لأحد الأسواق خارج القاهرة بمحافظة الإسماعيلية الارتفاع الجنوني بأسعار الطماطم التي تدخل كمكوناً أساسياً بكافة الأكلات المصرية المرتب في قد إيه عشان لما نجيب الطماطم بعشرة جنيه ولا نجيب وراء العنب بعشرة البمية بخمسة وعشرين وليس ما جال شهر رمضان ما لما يجي شهر رمضان أن نعمل إيه كل دا من غير لحمة من غير فراخ يعني عشان تدبخي طبخة تكلف متين جنيه طب إحنا أدني الشيغلنا مش قادر الشيغل يعملوا إيه دول يسرقوا مثلاً ولسه نول بيقولوا في شهر سبعة هيغلى هنعمل إيه دلوقت وما حدش وما حدش حاز بحد حاجة غالية والحاجة مولع نار وحرام يعني ماردش ربنا يعني ما يكون الفراخ برا خمسة وعشرين جنيه مين هيخدها مروراً بأعمال غش ببعض منافذ بيع الدجاج طمعاً في زيادة الوزنة رياح ارتفاع الأسعار هالا أنديل الحياة اليوم طيب هو أنا مش محتاجة أقول مقدمة قوي يعني الناس قالت كل الكلام اللي ممكن يتقال في الموضوع ده الأسعار وحال الأسواق فإحنا من المهم وإحنا دخلين على شهر رمضان شايفين الغالة من دلوقتي خايفين أن الموضوع يزيد أكتر في شهر رمضان الكريم بإذن الله خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي من يومين التقى بالدكتور خالد حنفي وزير التموين علشان يتطمن منه ويتكلم معاه عن الإجراءات والشغل اللي هيتعمل على الأرض ضروري التوفير طبعاً السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبسعر مناسب بالتأكيد علشان كده مع حضراتكم النهاردة هنحاول نفهم إيه اللي الوزارة بتعمله وإزاي آه لما بنتكلم على الأسواق هيتقلنا على طول ده سوق حر وعرض وطلب لكن البديل وزارة التموين إزاي بقى تشتغل في المجمعات الاستهلاكية إزاي توفر البديل بسعر منافس فتعمل فعلاً منافسة في الأسواق فالأسعار تنزل بعض الشيء ويكون فيه كمان مرأبة على الأسواق وده الدور المفترض وزارة التموين أما بحث التموين تقوم به أستاذ محمود ياب المتحدث بإسم الوزارة أهلاً وسهلاً مشرفنا يا فعندوق أهلاً بك أزالبنا أهلاً بكل مشاهدينك الكرام كل سنة طيبة ومصر كلها طيبة وحذرتك طيب يا رب ونبقى طيبين كده والأسعار برضو طيبة ولطيفة أكيد كنت متوقع الكلام ده في التقرير بالتأكيد ودي الأسعار اللي موجودة فعلاً حالياً في السوق اللي موجود المصر اللي بيعاني بينه المواطن والمصر ليه بقى كده؟ هو ده حضر الراجع لأننا حالياً دلوقتي فترة بين زرعتين أو بزي ما بقولوا بين عروتين المحصول القديم بدأ دلوقتي إيه اللي في السوق وفيه المحصول الجديد إن شاء الله في خلال عشر تيام لما الجوه هيبدأ يتحسن هيبدأ يطرحه في السوق اللي احنا دلوقتي اللي بيطلع من المحصول الجديد اسمه بشاير كلنا ما بيشترهوش لأنه بيبقى أولاً غير ناضي كويس ثانياً سي عارف بيبقى عال لأنه بيبقى كميات قليلة في السوق لأ فيه موجود فيه سلع بديل موجودة كتير موجودة في السوق في نفس الوقت حضرك احنا طرحنا كميات كبيرة من هذه السلع في المجامعات الاستهلاكية وفروح شركتين جملة ودولة عادتهم أكثر من خمس سلاف فرع ومنفذ على مستوى الجمهوري بالإضافة اللي احنا فيه عندنا منافس أخرى بتتبع الشركات التابعة للشركة الخبضة لصناعات الغذائية بالنسبة لشركات الزيوت أو شركات المضارب أو شركات تسويق الأسماك أو شركات اللحوم في نفس الوقت فيه عندنا سيارات متنقلة مباردة بتحمل أيضا هذه السلع لكافة المواطن منها اللحوم باربعين جنيه وده اللحوم سودانية من أجود الأنواع بتيجي عجود من السودان بيتمدى بحاف مصر اللحوم بلدية موجود بـ 57 جليل كيلو أيضا إحنا يوميا لحمة بلدي بـ 57 كيلو موجودة في كافة المجمعات الاستهلاكية حاليا في المجمعات في المجمعات وعلىها إقبال كبير جدا ولقي استقسال المواطن بلدي يا فن بلدي 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 وستعرها كده ومال الجزدارين بيبقى الأسعار بـ 80 و 100 و 120 لي كل واحد بقى انت عارفا ده سوق حر وده قصاد عرضه طلب أه منور حضر لديه موجود لكن في المجمعات كل حاجة موجودة بأسعار يعني مخفضة جدا لكافة المواطن بالإضافة حضر لك ايضا إحنا في خطة للتوسع في كافة الفروع المجمعات المستهلاكية هممكن الأول نعرف رقم يعني عندك كم مجمع السهلاكي كم عربية متنقلة لعربية المبردة أو التلاجات دي احنا كفروع المجمعات السهلاكية والشركتين الجملة أكثر 5,000 فرع الفروع اللي التابعة للشركات التابعة للشركة القبضة للصناعة الغذائية بيوصل عددها أكثر من 500 فرع السيارات بيوصل عددها أكثر من 500 سيارة متنقلة مبردة ده بتحمل كافة السلع للمواطنين هل في مشاكل في التوزيع الجغرافي للمجمعات يا فندم أنها مش موجودة في كل المناطق هي بالتأكيد هي مش موجودة في كل المناطق لعشان كده في خطة موجودة الدكتور خالي تحاني في وضعها أن احنا خلال الفترة القادمة هيتم قيمة عدد كبير جدا من فروع المجمعات السهلاكية خاصة في المراكز والقرى اللي مفاش فيها مجمعات السهلاكية لكن عاوضو لك حاجة ان احنا عندنا خطة ان احنا دلوقتي بنفتح فروع للمجمعات السهلاكية في المؤسسات الحكومية في المؤسسات الصحفية في المصانع وبينمدهم بكافة السلع بأسعار مخفضة أيضا برضو بتناسب كافة محدود الدخل من هذه الفئات يعني احنا برضو ما بنتكتفيش بكده احنا بنتبتح فروع جديد وأي صاحب مصنع عنده عملة كبيرة أو أي مؤسسة حكومية أو حتى مؤسسة خاصة وعاوزة تبتح فرع لها في المجمعات السهلاكية احنا فورا بنوافق بنمدهم بكافة السلع اللي هم بيحتاجوها بأسعار مخفضة طيب عايزة أقول لك الحاجة يا أستاذ محمود يعني انتو بتفكروا وهتفتحوا فروع جديدة للمجمعات ده شيء طبعا عظيم ولازم ان هو يحصل لكن ليه اللي موجودة عندنا أصلا يعني بينش مفيش إقبال عليه يعني لما نزلنا نصور في كذا مجمع كده يعني اهو بالعافية اتنين تلاتة موقفين ماشيين مفيش إقبال مش عارفة ده مثلا ان الناس مش عارفة بوجود الخدمة مثلا مش قدي كده اسلوب العرض ما هواش برضه بالشكل اللي الناس تقبل عليه فين فين مشكلة لا أقول لها حضر لك الحاجة لأن في مراس قديم كان المجمعات السهلاكية قبل ما تم نقلاها من وزارة الاستثمار إلى وزارة التومين كانت الناس واخد عنها فكرة ان السلعة بتاعتها غير جيدة وما بيهتموش بالزبون لأن الناس اللي موجودة موظفين ومرتباتها سابتة وكده لا الخطة اللي موجودة حاليا تلوقتي اللي وضحها الدكتور خالد احنا بنتفور كافة فروع المجمعات السهلاكية في خطة أولا مرحلية دلوقتي هيتم التطوير أكتر من 500 فرع بعد كده 500 الفرع التانين احنا انتهينا حاليا من 160 فرع أولا لتطوير أسليب النقل والتخزين والتداول لو صورت في المجمعات السهلاكية الموجودة حاليا دلوقتي لا طب هي نفس السلع الموجودة في الأسواق هي هيها اللي في الموجودة في المجمعات يعني جودة كويسة حاجة محترمة جودة كويسة جدا على أعلى مستوى هية نفس السلع الموجودة في الأسواق لكن بأسعار مخفضة إليه لأن الدكتور خالد عمل لجنة مشكلة بتشتري كافة السلع للمجمعات السهلاكية مرة واحدة من المنتجين مباشرة أو من المزارعين مباشرة تبقل الحلقات الوسيطة اللي بتأدي إلى زيادة تكلفة السلعة وده زيادة الأسعار في مصر بسببها أن كترة الحلقات الوسيطة تجر الجملة نص تجر الجملة تجر التجزاء من ده كل مرحلة فيها تكلف تكلف نقل هامش ربح تكلف تعتيق وتفرير ده كله ده بيقصر بيحصل هادر في السلعة مرحلة الوسيطة دي لكن أنت ما تجيب حضلك من الأرض مباشرة مثلا الطماطم حاليا هتلاقي أن دي الفلاح في الأرض بجنيه احنا عندنا في المجمعات بخمسة جنيه ونص في السوق حاليا من سبعة لثمانية من سبعة لثمانية أنا على الفكرة أنا جاي بكشف الأسعار النهاردة من المجمعات ومن الأسواق التجارية البطاطس موجودة في المجمعات حاليا بثنين جنيه وربع كيلو بره بثنين جنيه ونص في نفس الوقت من العام اللي فاتكت بثلاثة ونص الكوسة في المجمعات بثنين جنيه في السوق دلوقتي من ثلاثة لأربعة نفس نظام الفصولية موجودة في المجمعات باربعة هتلاقيها بره بخمسة فالربعات أستاذ المواطنين كافة الأسسلة عندنا أرخص من السوق بنسبة طرح من خمستاشر لعشرين في المائة طيب برضو في السوق معمش كل الناس زي ما قلنا عندها مجمع استهلاكي في المنطقة اللي هم موجودين فيها أو بيوصل لهم عربية أو التلاجات اللي هي المبردة مرأبة السوق برضو مهمة التموين بالتأكيد وحتى لو بنقول عرض وطلب لكن المبلغة والمغالاء الغير مبررة إزاي أطبط فكرنا قبل كده في تسعيرة مش أقول إجبارية لكن حاجة استرشادية وواضح إنها ما نفعتش وما فيش حد هيرتزم بيها لكن برضو إن أنا يعني أحكم العملية شوي أولا في حاملات مكسفة يوميا من قبل المفتشين ومبحثتون على كافة أسواق الجمهورية بتتابع الأسعار اللي موجود وبتابع جودة بالسلع بس يلزم التاجر نبيع بالسعر المعلن اللي هو حطه على السلع في نفس الوقت بتطبط السلع الفزدة أو اللي بتضرب أمن وسلامة المواطنين أو المخشوشة أو المقلدة إحنا خلال الشهر الماضي بس ده ما ضبط 97 طن منتجات غذائية غير صالحة للاستخدام الأدمي وتم مصادرتها وحالة أصحابها للنيابة لا في الجهود الرقبية موجودة يوميا في نفس الوقت إحنا عندنا خط ساخن ده بيعمل يوميا من 10 صباحا إلى 10 مساء بتلقي كافة شكوة المواطنين مش عن الأسواق بس عن أي خدمات بتقدمها وزارة التومين سواء منظومة الخبز أو منظومة السلعة التومينية أو منظومة البرتجاز أو أي خدمة أخرى إحنا بتلقي الشكوة بتتم فعلا توجيح حاملة لمقر الشكوة كم حاملة كم قضية مسلا سجلناها أو مسيكناها إحنا حاليا في المتوسط شهرين عدى حوالي ممكن نص مليون أواضي بتتعامل كمية كبيرة بتنضبط في الأسواق الجهود الرقبية مكسفة يوميا على كافة الأسواق موجودة في نفس الوقت إحنا حتى بنتابع وسائل إعلام لو فيه أي مواطن في وسائل إعلام في البرنامج عند حضرتك أو في أي برامج أخرى إحنا بنتابعها لو فيه أي مواطن اللي عنده شكوة ومن وزارة التومين إحنا فورا بنتواصل معه بنحاول لحلها له وفي نفس الوقت عوضوا لحضرتك برده بالنسبة للأسواق إحنا عندنا جهاز اسم جهاز تنمية التجارة الداخلية فيه خطة لهم موجودة إن إحنا بيهتم إقامة أكبر سلسلة ومنها فيه أكبر شركتين في مصر عاملين تحالف كانت بيعملوا اجتماع مع الدكتور خالد حانف وزارة التومين خلال الأسبوع الماضي لإقامة أكبر مناطق الليوجستية في مصر وأيضا أكبر شركة نقل في مصر ده أدى في النهاية إنها هيوفر السلعة بكلمات كبيرة للمواطنين وطرحها بأسعار مخفضة فيه إحنا نرى مثلا مجمع كبير استهلاكي مثلا في محافظة المياه في محافظة أسيوت بالإضافة حتى لك إحنا عندنا فيه سيارات متنقلة قلتلك عليها لحد دلوقتي إحنا استكملنا المرحلة الخامسة لها سيارات شباب بالخارجين إحنا دلوقتي بنجهز للمرحلة السادة وده ألفين سيارة لبقى الخبز والخضر والفاكهة ده دي غير بتاعة القوات المسلحة غير بتاعة القوات المسلحة بالإضافة إن فيه مشروع آخر برضو 25 سيارة خاصة بمنطقة السعيد للشباب وفيه سيارات أخرى برضو وده أي شاب اللي عاوز يتقدم لها يتقدم برضو كلين ده هتوفى فرص عمل الشباب هتطرح السلع كميات كبيرة للمواطنين بأسعار مخفضة طيب أرجع لإشكالية السوق الحار ده كمان بس وراتك عاوز نفتلي حاجة بقى بنضاف إن سلع التموين دلوقتي حاليا للمواطنين متوفر لا هنتكلم على التموين وبطاقة التموين واللي فيها والجديد أنا عايزة منافسة ومش عايزة يكون فيه حد بيحتكر السوق بين كبار التجار والموردين بيزبطوا الأسعار مع بعض فبنلاقي الدنيا كلها زي بعض فأنا ما عنديش بدائل غير حضراتكم لكن أنا بتكلم لأنه برضو مش كل الناس هتروح للمجمعات وفيه ناس هتطر تروح للسوق أو تروح حتى لسوبر ماركت كبير أو السلاسر والكلام ده كله ليه ده موجود؟ ليه المنافسة ما هيش حضرة في المشهد؟ لا أبو صحيح تريك الأسعار في الأسواق الشعبية أقل من الأسعار في المناطق المسأل ذات الصراء المعين في مصر يعني في الأسواق الشعبية الأسعار منخفضة لسبب إيه؟ إن البايع بيفرش فرشك قدام المحل دافع إيجار بسيط في المحل عنده عمالة أولياء اللي بتفعلهم أدور متوسطة غير وفي نفس الوقت المحل الآخر في المنطقة الرائعة زي مثلا أقولنا مصر الجديدة بدنة ناصر لا المحل دافع فيه إيجار كبير في نفس الوقت حاطت السلعة بتاعته مثلا في الطماطم أو الفراولة أو مشابه في الطبق فويل السوق في منطقة شعبية والناس يعني متوسطة الحال وبيشتكوا من الأسعار بس الأسعار برضوك في الموجودة برضوك أخلي منخفض عن الأسعار أخرى وبردو أعلى من إمكانياته لكن في نفس الوقت أنا بقول لحد داريك في خلال عشر تيام هي عشان كي ما تقول لي إيه لها دلوقتي الزرعة جديدة هتطلع؟ لأ هتبصى الأسعار إن خفضت لوحدة بإذن الله أنا ده كله بنتكلم على خضار وفاكها لسه ما جيتش ناحية اللحمة ولا الفراخ حدا كنت موجود معي على تليفون مبارح وشفت رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بيقول على فكرة كده الآخر يعني هنغلي أسعار الفراخ في رمضان وعندنا مشاكل وأصلا الحكومة هتزود سعر الكهرباء فإحنا هنعمل إيه؟ هنرفع سعر الفراخ وأصلا الفراخ الناس بتشتري هياكل أو حتى جوانع فقول لحمة حداك عارف فبردو الناس يعني حتى من نفسها تاكل لحمة ولا فراخة؟ على فكرة إحنا المسلمين اللي فات الماضي شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأطحى مبارك إحنا الحمد لله كمنا كمات كبيرة جدا من اللحم ومن الدواجن وهي الماركات الشهيرة وكيلو كان بـ 14-75 قرش كانت سعرها في السوبر ماركت وفي القطاع الخاص كانت 19-20 هي نفس الماركة إحنا برضو كالسنان دي بنترحى بنفس الأسعار موجودة وهنكسف خلال الفتر القادمة خلال شهر رمضان إن شاء الله بالإضافة إن إحنا زي ما قلت ساعة تتعاقدنا على حوالي 55 جاي بينها منين؟ من المناشئ من بركة الفراخ البرازيلية المعروفة مش عاوز أقول إسمها معلش دي الفراخ ولا لحمة؟ لا الفراخ الفراخ من البرازيل؟ البرازيل فراخ المجمدة حلوة دي يعني؟ على فكرة في السوبر ماركت ده أشهر ماركت في مصر موجودة مش عاوز أقول إسمها يعني يعني اللي في السوبر ماركت الفراخ المجمدة هتبقى موجودة في التموين أو في المنافس؟ موجودة في المجمعات الاستهلاكية بالسعر 15 جنيه موجودة حضرتك في القطاع الخاص اللي قلت بـ 22 و 24 جنيه هي نفس الفراخ الماركت الشهيرة مش عاوز أقول إسمها عندنا اللحم موجودة حاليا دلوقتي اللي سوداني بـ 40 جنيه فيه بعد كده فيه لحم أسيوبي فيه لحم أسترالي فيها إن شاء الله هنجيب لحم من أرجوية وما فيا اللي حم مش عامل لكم حاجة ما فيش مشاكل معا لابا العكس دي احنا لأول مرة بقى ايه هبقوا مرحبين لا يمكن طبعا لأ ما نقول لحضرك بقى دي احنا لأول مرة تفقنا طب قبل ما تقولي نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع لنقطة دي فضل موضوع مهم بنتكلم فيه طبعا بنتكلم على الأسعار والبدائل اللي موجودة عند وزارة التموين علشان المغلاء اللي بنشوفها في الأسواق ويمكن يعني أكتر شكوى تبعناها موضوع ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة وزي ما تفضل وقال لأستاذ محمود دياب دي بشاير وفي خلال 15 يوم الموضوع هيزبط بالإضافة كمان للخطة اللي عاملها الوزارة توفير المجامعات الاستهلاكية وزيادتها في الفترة اللي جاية وكمان العربات المتنقلة وكانت النقطة برضو واحنا نتكلم على شهر رمضان اللحوم اللحوم برضو للبلد السعر نار فسمعنا أن وزارة التموين هتجيب لنا لحوم مستوردة منين ونضمن برضو جودتها وأسعارها هو تم التعقد على حوالي 55 ألف طن لحوم من كافة المنشوء خاصة من سودان اللي هتبقى هتيجي عجول الحية هتمنى زبحها في مصر وإيدي هتتبعها بسعر 40 جنيه للكيلو أيضا زي ما وسكرتلك فيه أنواع تانية هتبقى موجودة بالإضافة مش اللحوم بس فيه كميات كبيرة جدا من الدواجل المجمدة تم الاتفاق عليها أيضا هتمنى طرحها في هذه الفروع والأول مرة تم الاتفاق مع شعبة القصابين في اتحاد الغرف التجارية إن إحنا هندلهم كمية من هذه اللحوم للبيع في منافذهم خاصة تحت إشراف وزارة التومين أيضا مع قرب حلول شهر رمضان بإذن الله إن إحنا هنعمل معارض أهل رمضان في القاهرة وفي الجيزة في الإسكنديريا في كافة المحافظات في الساحات الشعبية في مراكز الشباب وده الاتفاق اللي تم ما بين الدكتور خلاياة حنف وزير التومين والمهندس خلاياة عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة فإن شاء الله خلال شهر رمضان هيتم طرح كميات كبيرة بتكسيف كبير جدا بأسعار مخفضة لكافة المواطن وخاصة مع حدود الدخل فإن شاء الله أنا بطمئنهم 55 ألف طن يعني هو انكتب 55 مليون كيلو لحمة هتزودوها شوية ولا ده أول عن آخر يعني طول رمضان والله يخص حضرك لو الكميات ما كافيتش أكيد مش هتكفي لأ ممكن تكفي لأنه برضو إحنا حضرك إحنا بنكسف وكل ما إحنا بتلاقي في مثلا في نقص في الكميات هيتم أيضا جلب الكميات أخرى بإذن الله لما لقيت في تشبعه في السوق النهائي طيب دلوقتي برضو واحد دخلنا على رمضان الناس دايما بتلاقي الزحمة وعايزين يخزنوا وعايزين يبقى فيه عندهم احتياطي موجود في البيت فده مرضو ممكن يقادي لارتفاع السعر تقدروا تعملوا حاجة في الموضوع ده؟ بالتأكيد دلوقتي المجمعات فيها كافة السلع موجودة من خضر فاكهة بقليات لحوم دواجي حتى السلع غير غير غزائية موجودة ما تنساش برضو حضرك يا سيد لبنان أنه نحن دلوقتي في منظومة السلع التامونية حاليا أنه بعد المنظومة الجيدة للوقتي المواطن كان في المنظومة القديمة لا بيأخذ لب زيت ولا سكر ورز وكانت جودتهم غير كويسة وكان معظمهم سايبين للناس بطاطة عند الناس وإنه ما كانش بيجدد بطاطة لدولة السلع التامونية على أعلى مستوى المواطن له قيمة من الدعم على بطاطه يخش المجمع لاستهلاك أو البقال التامونية في المحافظة بتاعته ياخد الكمية اللي تناسبه ويتناسب احتياجاته بأسعار مخفضة جدا يعني بيدفع أوصات مثلا لتر زيت 40 قرشي ها مش ربح البقال بيدفع أوصات كيلو سكر ربع جنيه كيلو رز وصات ربع جنيه بس فيه مشاكل عند بعض البقالين ده بالنسبة للسلع التامونية إضافة بقى لموضوع الخبز دلوقتي إحنا طبقنا منظومة الخبز في 26 محافظة فهذا المحافظة السوطة إن شاء الله خلال أيام العيش بقى عندما تدام المواطنين دلوقتي ما حدش فيه زحامة أمام الفران دلوقتي يعيش متاح للمواطنين بجودة عالية بل بالعكس ده فيها فران بتدعيش مجانا للمواطنين تجذب أكبر قدر من المواطنين شفت المنافسة عملت إيه؟ المنافسة عملت إيه؟ الحاجة الثانية بقى الأخيرة فرق النقاط الخبز فرق النقاط الخبز ده هي دي السلع المجانية الغذائية اللي بيحصل عليها المواطن من عند البقال التاموني بداية من كل شهر مدد 10 تيام من قبل توفيره في استلاك رايش انت عرف حضرك متوسط البطاقة الوحدة من 50 ل 60 جنيه وفيه بطاقات بتوصل من 90 و 100 جنيه ده بيحصل على سلع مجانية ده إضافة للدعم بتاعه يعني بياخد عيش كويس بياخد نقاط سلع مجانية كويس بياخد سلع التامونية جيدة بيقدر استفيد بيها بيطلبك المبلغ بسيط كل ده بيساعد في الأسر المسلمين هتدخلوا أفراد أو عائلات برضو في منظومة البطاقة التاموين؟ لأنه واضح كده الاتجاه أن كل حاجة هتبقى على البطاقة فاللي مش داخل في المظلة دي هيتم توسيع قاعدة؟ لأ بص حضرك احنا شروط استخراج بطاقة التاموين حاليا اللي هي مهضوع من سنة 2011 من مجلس الوزراء إن المرتب ما يتعداش 1500 والمعاش ما يتعداش 1200 ده الشروط الموجودة لكن في نفس الوقت المواطن اللي ما عندهش بطاقة التاموين وعاوز يحصل على العيش بيتم استخراج له فورا بطاقة صرف وخبز ده متحد كل المواطنين زي ما إن شاء الله برضك قريب هنتطبق المنظومة البتاجاز على البطاقة حضرتك اللجنة حاليا بتدرس توضع الحلول وتدرس الأسئلة الفنية هل توضع بالكيلو البتاجاز دي كل المواطن أو توضع باستونات البتاجاز دي حاليا اللجنة بتدرسها هيتم تطبيقها قريب بإذن الله المواطن اللي ما عندهش بطاقة التاموين وما عندهش غاز طبيعي هيتم استخراج له بطاقة صرف وبتاجاز بس هو 12 اللي بتدرسه لا 12 إنه من 3 إلى 4 كيلو مش عارفة بقى للأسرة ولا للفرد لا للفرد هيبقى للفرد طب هي تخيسب إزاي دي والأمبوبة فيها قد إيه الأمبوبة فيها جاز 12 كيلو ونص إحنا لما مثلا بندرس إن احنا ندي لكل مواطن 4 كيلو شهريا لو البطاقة مثلا فيها 4 يبقى 4 في 4 في 16 كيلو هاخد أمبوبة وحبة يعني اللي ممكن ياخد أمبوبتين ما يفش حضراتك والمباقي يتخصب من الشهر اللي بعده يعني تبقى الاستكمال بتاع الحسة كده ما يا حضراتك والمنظومة دي حضر حيتم دخولها العمالة السريحة والشباب الخرجين وهيتم توزيع مكينات سابتة في المستوضع ومكينات محمولة مع الشباب اللي عاوز ياخد الاستوانة من عندي المستوضع أخدها بالسعر المدعم الرسمي مع بطاقة التموين اللي عاوز ياخدها عن طريق الشباب الخرجين أو العمالة السريحة توصلوا لحد لحد البيت هيبقى معهم المكينات المحمولة برضو معها مش توصيل بسيط ما هتروح من 2 إلى 5 كيلو نظام الديليوري بتاع الأنبوبة البتجاز دي يعني فين أصلا هو كان بدع على فكرة كويس لا هو كان بدع كويس بس ما جاء حصل نقص في استونات البتجاز بسبب سوق الحوالي الجوية الفترة الماضية اللي احنا مرنا بيها لأنه المعروف ان احنا كمصر بننتج 50% من البتجاز ومستورة 50% فال50% حضرتك اللي بيتم استراتهم ده اللي أثر عليها سوق الحوالي الجوية فحصل نقص في استونات البتجاز لكن الحمد لله دلوقتي ما عادش فينا في المتجاز دلوقتي برضو أنا مهتمة وحنا داخلنا على شهر رمضان غير المجمعات السلاسل الكبرى سمعنا اللي كان فيه اتفاق برضو انه يعني سبتوا الأسعار شوي ما يبقاش احنا داخلنا على رمضان فيلا بينا كلنا نعلي السعر وبعدين يا أستاذ محمود بنشوف في أي حتة بره العروض تلقي السلعة عليها سلعة تانية مجانا وحاجات كده احنا ليه العروض دي مش موجودة عندنا وساعات باع الغريبة يبقى ده موجود في العرض وهم يشلون من بعضه وده يتباع الواحد وده الواحده يعني يبقى نازل من الشركة بعرض والناس تبيعها بفلوس حضرتك العروض دي موجودة في المجامعات السلاكية حسب النظام الجديد الموجود في عروض للمواطنين فيه تقفضات موجودة للمواطنين لتشجيحهم على شراء أكبر كمية من هذه العروض والعروض على الفكرة حضرتك موجودة في القطاع الخاص أيضا بالإضافة لحضرتك إن فيه من أكبر سلسلة شهيرة في مصر سوبر ماركت اتفقت مع الدكتور خالد هنالك فيه إنها تثبت أسعار سعر 30 سلعة لمدة عامة في نفس الوقت هتفتح 10 فروع جديدة لها خارج القاهرة والإسكندرية باستثمرات حوالي 2 مليار جنيه بالإضافة لحضرتك إن مجموعة مستثمين العرفة المولتلك هيعملوا عدد كبير جدا من السلاسل التجارية والأسوال الحديثة في كافة الأراضي اللي بيمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية في طنطة في المنصورة في أسوان في المينيا في أسيوت في الغربية لا فيه استثمرات جاية إن شاء الله يعني في خلال سنتين هتلاقي مصر مليانة سلاسل تجارية على أحدث مستوى تطور أسوأ عشوائي موجودة مناطق لوجستية اللي حفظ الخضر والفاكهة لضحها في فترة تقل الريابين العروتين دي للعمل لمنع تزبزه بالأسعار لا إن شاء الله خلال سنتين يا أستاذة لبنى هتبقى مصر إن شاء الله بالإضافة لفرص العمل اللي هتوفرها أنا بشكرك والكلام جميل والتطبيق بقى نشوفه إن شاء الله كده في الأيام اللي جاية وهنفضل مع أحداك ونتابع كل سنة وحداك طيب مصر كلها طيبة والوضع كده يبقى الدنيا بسيطة على الناس الناس مش مستحملة فنشوف الشغل أنا بطبع الناس إن شاء الله خلال عشر تيام هتبص زرعة مجددا تطلع هتقدر هيكتر المعروض في السوق لأسعار اختلا خفض بإذن الله وبدعوهم يروحوا لمجامعات الاستهلاكية فكل حاجة موجودة بأسعار مخفضة إنشروا برضو الأماكن وعملوا ترويج وتسويق لها إحنا فيه الدكتور خالد عامل موقع إلكترون جديد بنحدثه نحط فيه كافة مناطق المجامعات الاستهلاكية المخابز المدعمة مناطق البقلة التنمينية كافة الخدمات اللي بتقدمها وزارتي التنمين إزاي جدد بطاعته إزاي استخر البطاعة جديدة طيب وخلينا وغير المواقع مش كل الناس طرف تدخل عليها برضو نزيعي الكلام ده في الإعلام شكرا أستاذ محمود يابن بتحدث باسم وزارتي التنمين شكرا لحضرتك هنروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نتابع بقية إحنا بنخدم طب أنا أسفح لوحد خاد على الشغل كتير وراء بعده نشوف حضراتكم بكرة إن شاء الله أصبح لك اشتركوا في القناة